الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اللقاء بدأ بمشاركة الدكتورة منال على توليها أو بعفوا بمبركة هذا المنصب الجديد بتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية خصوصا أنها أول سيدة تصل لهذا المنصب في تاريخ الوزارة اللقاء اتكلم عن التعاون بين الوزارة والأكاديمية خصوصا في تطوير مركز سقارة اللي بيعتبر المكان اللي بيدرب العاملين في الإدارة المحلية كمان استعراضت الدكتورة رشا كل الجهود اللي بتفزولها الأكاديمية في تدريب الناس اللي بتعمل في المحافظات وفي الوزارة زي تدريب سكرتيري العموم ورؤساء المراكز والمدن وامتحانات المتقدمين للمناصب القادية كمان نتكلم عن برنامج جنوات التغيير اللي بيتعاونوا فيه مع الوزارة علشان يدربوا حوالي 200 شاب من الإدارة المحلية ويتم تأهلهم عشان يكونوا قادة في المستقبل ده كله حسب توجيهات القيادة السياسية في دعم الشباب في نهاية اللقاء الدكتورة منال أشادت بدور الأكاديمية في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في الوزارة أو في أماكن مختلفة في الوزارة وقالت إنها مهتمة جدا بتطوير مركز سقارة يمكن يكون في الفترة اللي جاية بيأثر أو يعني موجود على مستوى التوقعات ويحقق توجيهات الرئيس في رفع كفاءة العاملين بالمحليات الدكتورة رشا أكدت على أهمية استمرار التعاون بين الأكاديمية والوزارة في الفترة القادمة بحيث إنهم يقدروا يطوروا مركز سقارة ويوصلوا لمستوى أعلى في التدريب